دينا معد موجز الأهم الأخبار معالميا شكرا لك شازلي أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تحويل الدولة إلى حال أفضل يتطلب جهدا كبيرا وضخ أموال كثيرة وفي مدخلة خلال افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية أضف الرئيس السيسي أن الرؤى لا بد لها من جهود حتى تتحقق مشيرا إلى أن ميناء الأسكندرية استمر على حاله دون تغيير لمدة 25 عاما وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة بدأت في تنفيذ المشروعات في ظروف غير عادية لفتا إلى أن الدولة تكافح في مسيراتها التنموية لوضع مصر على القريطة العالمية قال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتين جرافث أن إقليم دارفور يتجه نحو كارثة إنسانية جديدة مطلبا العالم بالعمل على منعها وأضافها جرافث أن الأزمة في سودان تسببت في نزوح 1.7 مليون شخص بالإضافة إلى نصف مليون لاجئ ومئات القتلى بسبب المعارك مشددا على استمرار تدهور الوضع الإنساني في البلاد تعهد مانحون دوليون في مؤتمر استضافة لاتحاد الأوروبي في بروكسيل بتقديم 6.13 مليار دولار لمساعدة سوريا بعد أن فقم زلزال في فبراير من محنة الفقر وتشمل التعهدات 4.6 مليار يورو لعام 2023 ومليار يورو لعام 2024 وما بعده لدعم النازحين داخل سوريا والفرين إلى الدول المجاورة وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 3.8 مليار يورو في شكل منح منها 2.1 مليار من المفوضية الأوروبية و1.7 مليار من حكومات الاتحاد الأوروبي أكد مساعد وزير الخارجية الخزانة الأمريكية ولي أديمو أن إرادات الحكومة الروسية من المبيعات النفطية تراجعت بنحو 50% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بعد 6 أشهر على بدء العمل بصقف الأسعار وفي ندوة في واشنطن قال أديمو إن الإرادات النفطية تراجعت مقارنة بالعام السابق على الرغم من أن روسيا تصدر حاليا المزيد من النفط الخام وكان تحالف يضم دول مجموعة السابع والاتحاد الأوروبي وستراليا قد حدد في ديسمبر سقفا لسعر برمير النفط الخام الروسية عند 60 دولارا للحد من إرادات موسكو ردا على عملياتها العسكرية في أوكرانيا طلبت وزارة الخارجية الأمريكية كل من كوسوفو وسربيا باتخاذ خطوات فورية لتهديئة التوتر من بينها الإفراج غير المشروط عن ثلاثة من رجال الشرطة من كوسوفو محتجزين في سربيا وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم الوزارة للصحفيين نعتقد أن كوسوفو وسربيا اتخاذ خطوات فورية لتهديئة التوتر وكان اعتقال رجال الشرطة الثلاثة قبل يومين الواقع الأحدث بسلسلات من التطورات التي أثارت التوتر بين كوسوفو وسربيا مما أثار مخاوف من تجدد العنف بين الدولتين أكد مجلس الشيوخ الأمريكي تعيين محامية الحقوق المدنية نصرت تشودري بمحكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك مما يجعلها أول قاضية اتحادية مسلمة في الولايات المتحدة وصوت المجلس على تعيين تشودري المدير القانوني للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في إلينوي بأغلبية 50 صوتا مقابل 49 صوتا وقادت تشودري وهي أمريكية تعود أصولها إلى بنجلديش معظم حياتها المهنية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وعملت في قضايا العدالة العرقية والأمن القومية ورشحها الرئيس جو بايدن للمنصب في يناير 2022 اختتمت فعالية الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شعار الفنون وثقافة تجمعنا بتونس وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزيرة الثقافة التونسية والرئيس وأعضاء اتحاد إذاعة الدول العربية ومجموعة كبيرة من ممثل الهيئات والمؤسسات الإذاعية وتلفزيونية العربية والأجنبية وأزدل الستار على فعالية المهرجان بإسناد درع المهرجان للأمين العام لجامعة الدول العربية مع تكريم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفل الاختام مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعود على الاستكمال الباقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل